السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة تربيت الحسون الصفحة الرسمية معكم جلال صلوا على رسول الله ليصلى عليكم عشر إخواني أخواتي اليوم رانجيناكم في موضوع جديد شيء من الأشياء تساعد الأنثى والذكر على الإنتاج يعني كي تنقص هذه الأشياء يؤدي بك إلى فشل أولا سننظر معا هذا الشيء الذي أقدمه للعصفور فهي تأكل منها فهمنا يا جماعة وهذا شيء موضوع جيد 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 جدا لكم إخواني أخواتي الموضوع تعليم هو الكالسيوم الكالسيوم ما هي فائدة الكالسيوم ومساوئها للذكر والأنثى والفراخ وكل شيء في هذا الموضوع أولا حبيت أن أعطيكم هناك عدة أنواع من الكالسيوم تتواجد في البيض تتواجد في أشياء أخرى قدمنا لكم اليوم سنقدم لكم فقط وصفتين كما نقول إحنا هذه هذه طربة تتباع عند باع العصافير طربة هذه جيدة جدا جيدة جدا وأنا أضعها الآن في إلاء عندها عصافيري فهم يأكلون منها هذه الطربة على ماذا تحتوي إخوان تحتوي على قليل من الفحم فيها الرمل وفيها السيديا السيبيا حبار السيبيا وقشور الكوكياش تفهمنا فها أربعة أنواع من الكالسيوم يعني كما نقول نحن متوفر لك عدة أنواع من الكالسيوم في هذه الوصفة أو الخلطة كما تطلقون عليها أو طربة تتباع عند باع العصافير وبسعر زهيد يعني ما تكلفكش كثيرا كما نقول نحن الصون جرام بخمسة ألاف دينار جزائري فهمنا يعني اللي ما عندوش خلاص يخسرها العصفور تاعه خمسة ألاف فقط كما ركمت شاهدوا هاي الأنثى قاعدة تتوكل في الكالسيوم هذه الطربة التي تحتوي على الفحم وما شابه ندرك أن نرجعوا للموضوع تانا بها تتأكدوا هذي طربة تباع عند باع العصافير الحاجة الثانية اللي رحنا ندريكم عليه هي مهمة أيضا هي الكالسيوليكس الكالسيوليكس يعني اللي ما عندوش به يشري علبة كاملة تشري في تيوب كما هذا كالسيوليكس وهذا هوت على المقادير اللي تحط به يعني ما عندكش ملعقة بها تقيس المقادير نعتلك أنا هنا تفهمنا احنا في الموضعتنا كما قلت لكم نحاول أن ينبسط لكم المعلومات حتى لي من يفهمش من يفهمش يفهم من عندي أنا قادر كما واحد الناس يقولون لي وعلها ما تقول لنا قدها من قرام ومن هنا أنا نعطلك طريقتها بالمقادير هذي يبسط لك المعلومات كينا نس تقولوا ميلي جرام وقرام ومياه وباطي ومن هنا ما يفهمش بسح معلش دوكن عدوا نحطوا لكم القرام والميلي جرام وزيد نبسط لكم المعلومة يعني كيف هي تحطها الكالسيوليكس يا جماعة بش كي تروح تشري ما توقعش في الخطأ فهمنا يا جماعة أولا الكالسيوليكس كي تروح تشريه معنا بقى العصافير العلبة وقلوا أعطيني نشوف التاريخ تاح يعني كي عود التاريخ تاح هين تحيي الصلاحية تاح وراح يكون كما نقول لحنا ميكان دواء أو فيتامين سيكون سم قابل ثانيا لازم يكون الصنع بلجيكي لازم يكون الصنع بلجيكي بلجيكي هو مئة بمئة مضمون فوأد الكالسيوم والكالسيوليكس بالنسبة للحسون أو كان آري ذكر أنثى وللفراخ عندها كما نقول لحنا فوأد وعندها مساوة نذكر الفوأد التاح يساعد في تجهيز الأنثى الكالسيوليكس يعني الكالسيوم يساعد في تجهيز الأنثى يعني يا إخواني كل المواضيع التي أقدمها في قناتي لإرشادكم وإيصالكم لطريق الصحية أي حاجة تنقص فاهاك مش كرح تنش تجهز الأنثى يجهز الأنثى الكالسيوليكس يطور الهيكل العظمي للطيور ونموه جيد يعني يعطي نموه جيد للطيور ويطور الهيكل العظمي يعني ما تكونش عندهم هشاشة في العظام فهمنا ونقص الكالسيوم في جسم الأنثى ولا الذكر ولا الفراغ سيعطيهم هشاشة للعظام سأقول لكم مساوة تاعة نقص الكالسيوم لنهضر غير على الفوائد عدم يعطي الأنثى ما تخسر من الكالسيوم يعني الأنثى تبيض يعوضها ما تخسر من الكالسيوم فهمنا يا جماعة ذركنا نهضر على المساوة تاعة الكالسيوم يعني هذه حضرتها لكم يعني نقص الكالسيوم في جسم الأنثى أو الذكر أو الفراغ يؤدي إلى طول المقار والأظافر وهشاشة العظام فهمنا يا جماعة هذه في نقص الكالسيوم في نقص الكالسيوم ما هو شي دير الزيادة في مقادير تعال الكالسيوم يعني ما تمج الكالسيوم بانتظام رح يؤدي إلى صلابة البيضة وعدم خروج الفراغ من البيضة تفهمنا يا جماعة ذكرت لكم ما ساوة والفوائد والنقص هنا والتاريخ والصنع لازم يكون بلجيك هذه فوائد الكالسيولكس يا جماعة ما تخلاش علىها نرجع هنا وقتها تمج الكالسيولكس قبل الإنتاج وأثناء الإنتاج وقبل الإنتاج وأثناء الإنتاج نرجع لها كيفية تمدها الاستعمال تمد 5 جرام في 100 جرام باتي تمد 5 جرام في 100 جرام باتي وتمد 5 جرام في 250 مليلتر من الماء فهمنا يا جماعة يعني ربع قرورة من الماء هذه المقادير كيفية تستعملها علميا كيفية تقدمها يعني جاد في العلبة المواصفات هكذا طريقتي أنا يا جماعة كيفية نمد الكالسيولكس للعصفر تاعي كنا نتبعوا نحن 5 جرام ومن هنا ستشري علبة كاملة ب 60 أنا الطريقة تاعي كيفية نقدم بالكالسيولكس كي تشري تيب كما هكا ويحكم لك وتستعملوا طريقة جيدة وذكية وطكتيكية هذا الغيطة يحتوي على جرام من الكالسيولكس تفهمنا يا جماعة حنا كيعد عندك طيور ياسر عود عندك عصفرية تستعمل 5 جرام في ربع مليلتر من الماء تخلطها وتقسمها في المشربية العصفية يعني كيعد عندك زوجين فقط عليها تخسر كميات كبيرة من الكالسيولكس ولا من الكالسيوم ولا كيما نقوله حنا وش تدير هنا تجيب هذا الغيطة دقيقة فقط تسكب فيه بودرة الكالسيولكس تفهمنا يا جماعة بصح الغيطة هذاكا ما نسكبش فيه هنا أنا ما نسكبش فيه جرام كامل نسكب فيه النصف النصف فقط ونحطوه في المشربية ونحطوه في المشربية تعطاء على هنا نقدم النصف فقط يعني كتقدم أنت واحد جرام في مشربية الطائر تصبح الكمية كبيرة وبالتالي يكون عندك زيادة في الكالسيولكس يعني أنت كتحط النصف هنا في المشربية تعالما وش تقول لك هنا كما تعليقوت كيعود عندك لقود تحط ثلاث نقاط ولا أربعة نقاط كيف كيف كتحط نصف جرام ولا نصف من الكالسيولكس في الغيطاء وتحطوه في العلبة كما أنك وضعت ثلاث قطرات أو أربعة قطرات من الكالسيولكس مثلا كيعود ديقود تفهمنا يا جماعة هذه طريقة التقديم تطريقة التقديم أيضا كيف تقدمها أنا طريقتي في التقديم طريقتي في التقديم نقدم هذا الكالسيولكس لمدة يومين في المشربية تعطعه اليومين الآخرين أسحب الكالسيولكس وأعطي ماء نقي وبعدها أكرر العملي تفهمنا يا جماعة كين ليمدوا يوم بيوم وكان يمده على مدار السنة على مدار العام يعني كالسيوم يجب أن يتوفر في جسم طاع بس صح أثناء الإنتاج يجب أن تقدم الكالسيليكس بانتظام الزيادة تؤدي إلى فشل وبالتالي موت الفراغ كما قلت لكم مجمع تقدم يومين يومين أخرين ماء نظيف وتكرر العملي وكان يقدمه يوم بيوم هذا هو كان الموضوع بالتمام والكمام على موضوع الكالسيليكس والطربة التي تحتوي على السيبيا والفحم والرمل وقشور الكوكياج كما ترون إخواني الأنثى تذهب وترجع للأكل من الطربة التي تتوفر فيها جميع أنواع الكالسيوم أيضا نسيت معلومة أنا يا جماعة بدين في تقديم الفيرتيفيت في الالسيس جنوبي كما قلت لكم لأستيس فيفرين نتوقف على تقديم الفيرتيفيت الناس اللي راح تكمل تمشي بالفيرتيفيت حتى ينتج يستطيع الإكمال بالفيرتيفيت الناس اللي راح تستعمل أدي طرواء كما راح استعمل أنا الفيرتيفيت وضعته لمدة شهر فقط كمقوي وتخصيب وزيادة للعصفور فقط يعني كما قلت لكم لا نستطيع نستطيع التقديم الفيرتيفيت لأدي طرواء مع بعض يعني أنا اليوم في أواخر شهر جنفي يعني لترنت لبريمي جنفي سنتوقف نهائيا عن تقديم الفيرتيفيت سنعطي راحة للعصفير يشربوا من مدة 10 أيام 15 يوم ماء ناقي مع استعمال الكالسيليكس يعني سنعود نقوي في العصفور بالكالسيليكس ولا تنسى أخي المشاهد الكالسيليكس بها يعرفها برشة ناس يجهلوها كثير من الناس أنه كي توضع الكالسيليكس يقوي العصفور بس لازم لازم يكون معاها الفيتامين D واللي هو التشميس يعني كما تشمس العصفور كما يكون كين الشمس في الشيتاء وعلا أنا قلت لكم هذه كل طرق مبرمجة ليست كما قلنا عشوائي كي راح نقدم A-D طرواء سيكون فيه فيتامين D A-D طرواء A-D سيكون فيه الفيتامين D فهمنا يا جماعة وعلا قدمت الفيرتيفيت وتوقفته سنبدأ في الـ A-D طرواء كي راح نقدم الكالسيليكس سيكون ماشي معاه الـ A-D طرواء الذي يحتوي على الفيتامين D يعني حتى هو يمكن مكمل للكالسيون فهمنا يا جماعة يعني أنا لن توقف عن تقديم الفيرتيفيت نعطي العصفور يراح لمدة 10-15 يوم غير الأغذية الجيدة والمكملة الطبيعية الهندباء والحريق وما شابه 10 أيام فيه راحة يشرب الماء نظيف في 10 أيام هذه أو 15 يوم مرة في الأسبوع نقدم الكالسيليكس حتى نحن دور A-D طرواء A-D واجماعة التي تقول لي وقتها نضع A-D طرواء A-D يا جماعة التي يحب يتسرع ويضع A-D ويأذي العصفور وتفضي عليها لم يقدر الكميات إلى وقت الإنتاج ربي سهل عليه أنا لم أقرأ أنجاوب عن الناس الصبر هو مفتاح الفرج يعني كما تتسرع لا تأخذ نتيج سلام